طبعاً أنا بأكد على كرام حضرتك وفقاً لتقرير جهاز المركز المحاسبات خلال فترة من 1996 ل2017 بنتكلم عن حوالي 15 ل20 مليون مهاجر من الصعيد إلى محافظات ثلاثة بالأساس المحافظة الأولى هي الجيزة استقبلت حلالي 35% من الهجرة الداخلية بالصعيد التانية كانت البحيرة القليوبية هي المركز الثاني وقاهرة جات في المركز الثالث حوالي 25% من الهجرة الداخلية الهجرة الداخلية كلها جاية من 3 محافظات في الصعيد أو معظمها يعني الحجم الأكبر فيها جاية من أسيوت وجاية من سهج وجاية من مينيا طيب إحنا لو بصينا على بعض المؤشرات الاجتماعية الموجودة في المحافظات دي فهنجد أن ما بين أفقر خمس محافظات مصرية سابقاً طبعاً هتلاقي على طول أول محافظة هي محافظة سهج كانت الأفقر بمعدل فقر يصل إلى 60% ثم محافظة المينيا وأسيوت وعندنا محافظة مطروح طبعاً وفيه محافظة آخر السبب الأساسي في عمليات الهجرة في الفقر هو عدم استكمال التعليم وعدم وجود فرص عمل وعدم وجود بنية تحتية قادرة يعني الولد بيطلع على طول بيتخرج من المدرسة بيقول أنا عايز أشتغل سواج أو السعيد معظمهم بيشتغلوا كانوا بيشتغلوا في الزراعة طبعاً فسابوا الزراعة وجم يدوروا على شغلة في القاهرة واللي اشتغلوا معظمهم في المعمار الخطة اللي الدولة حطاها فيه التركيز على برنامج تنمية شامل متكامل في منطقة السعيد واللي زي ما زميلي أشار تصرف عليه واحد تريليون لأنا بأكد أن هو واحد ونص تريليون من إجمالي سبعة تريليون تصرفت على مصر حصلت السعيد على ربعهم تقريباً الواحد ونص تريليون دول اتبنى بيهم طرق محاور أنا هنا ما بتكلمش عن طريق ما بتكلمش عن محور أما بتكلم عن بنى تحتية قادرة على خدمة أهل البلد تسهل حياتهم وتسهل عملات تجارية النهاردة أهل السعيد اللي كانوا بيسيبوا منطقة السعيد عشان ما فيش شغل بسبب أساسي وبيهجر جوه أو بره هو النهاردة أصبح في السعيد في مناطق صناعية المناطق الصناعية بمختلف طبعاً أشكالها بتضم اللي بيضم 150 محل صغير أو مشروع صغير اللي بيضمتين على حسب المنطقة وعلى حسب تخصص كل محافظة متخصصة في إيه فإحنا أصبح عندنا تقريباً في كل محافظة في منطقة صناعية وفي جنبها على طول مدينة جديدة سكن للناس اللي شغالها في منطقة صناعية فأصبح أن من وطبعاً فيه مدارس فيه تعليم وفيه صحة فأصبح أن أنا إيه اللي هيخالي المواطن صعيدي يسيب أهله وناسه ويسيب مرافق موجودة ويهاجر ما هو الأسباب اللي كان بيهرج لها بيهاجر لها اللي كانت موجودة في القاهرة والجيزة وفرص العمل اللي كانت موجودة في القاهرة والجيزة بشكل أكبر الأسباب نفسها بقت موجودة عنده في محافظته فهو أصبح أن هو بيخرج بيتعلم في الجامعة اللي موجودة في المحافظة بيسكن في المباني اللي بتبنيها سواء هات المجتمعات العمرانية أو المباني اللي بتبنيها الدولة أي طرف آخر طبيع للدولة في نفس المحافظة وبيشتغل سواء بشتغل في حرفته اللي هو الزراعة أو الحرف اللي هو بيشتغل فيها أو فتح مصنع في المنطقة الصناعية الموجودة في المكان فمن البديهه جداً والطبيعي إن المشروعات التنموية اللي الدولة عملتها في منطقة الصعيد إنها هي تقلل وتحس يتقلل من عملية الهجرة الداخلية وتحسن من المؤشرات الاجتماعية اللي موجودة في مدن الصعيد اللي هي طبعاً الفقر التعليم الصحة البطالة ومعادة النمو السكاني بالأكيد طبعاً المعادة النمو السكاني مرتبط بشكل كبير جداً من نسب التعليم وبنسب الصحة فالمشروعات القومية أو المشروعات التنموية اللي الدولة بتنفذها في الصعيد هيكون لها أثر مباشر خلال خمس سنوات اللي جايين على كل مؤشرات الاجتماعية الموجودة في الصعيد وعلى معدلات الهجرة الداخلية وهيبان بالتحديد في الاحصاء السكاني الجديد اللي هيعمله جهاز التابع العامة والأحصى عظيم جدا